موسيقى 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 إذن دبعا نشوف الجزء الثاني من من تسحيح دي الوطني دي العلوم ريادية 2012 دورة السيطراكية دي الجزء دي الميكانيك دبعا نشوف الجزء اللي كيهم المجال المغناطيسي إذن بعد خروج الأيونين سيل موان تخونت سنك سيل موان تخونت سات من الثقب T1 على التوالي بسرعة V1 وV2 يدخلان حجرة الانحراف حيث يوجد بها مجال المغناطيسي منتظم B عمودي على السرعتين البدئيتين V1 وV2 ومجال كهربائي تم إحداثه بتطبيق توتر كهربائي اللي هو 200 فولت بين صفيحتين الفلزيتين الأفقيتين التي تفصل بينهما المسافة D كتسوية خمسة سنتين فتكون حركة الأيون سيل موان تخونت سينك مستقيمية منتظمة ويخرج من الثقب T2 السؤال الأول بسطبيق القانون الثاني لنيوتون على الأيون سيل موان تخونت سينك حدد منح المتجهة B وتعبير شدتها بدلالة U0 U E M A وD1 ومحسب B نطبق القانون الثاني لنيوتون ما سيعطيناه دونك بتطبيق القانون الثاني لنيوتون فعندنا هذه المرة سيكون لدينا مجال كهروساكن ومجال مغناطيسي وبالتالي سيكون لدينا فم زائد ف تتساوي م فو تساوي الحركة ديال هدل سيل موان تخونت سينك هي حركة مستقيمة منتظمة وبالتالي فإن أ يعني تساوي فهو غي تساوي المتجهة المنعلمة دابا غن ديروا الإسقاط ديال هدل هدل جوشت القوتين ديال هدل القوتين على التين جي جي على الر هنا كيفاش غيكون عندنا دابا عندنا الصافيحة ديرين هكذا فكيفاش غيكون عندنا الأو الأوغة أ فهو غيكون عامود يعليهم وغيكون متجه هنا هو الصافيحة الذات التوتر الدنوي الصغير واللي هي أن دونك كيفاش غيكون عندنا غيكون عندنا هكذا مزين دابا بغلنا نشوفو يعني الملحة ديال فهو اللي هي القوة الكهروساكينة إذن عندنا سائل سالبة وبالتالي فغيكون العكس غيكون نحو الأسفل فهو مزين دابا كيف ما كتلاحظو هنا فعندنا هادو كيساو زارو وبالتالي فإن عندهم نفس شدة ولكن غير منحيين يعني متعاكسان وبالتالي فهنا فغنقدرون نديرو آآ رسموز على فم على هاد المنحة هادا حالكتا فم يعني عايكون عندها منحة مؤاكس وبالتالي فهي ضروري غا سكون عمودية على الس او لا المستقيم مزين ايسقاط على فم ستكون نحو الأعلى والتالي ستكون موجعبة فهي ستكون نحو الأسفل و ستكون سالبة ولكن غير منهم نفس الشدة فم كتساوي فهي و كيف ما قلنا قلنا دابا فم ستكون نحو الأعلى لأن F موجهة نحو الأسفل علاش لأن E كتكون عندها العكس ديال المجال الكهروساكين كتكون العكس ديال متجهة القوة الكهروساكينة علاش لأنه عندنا سائل موا لأنه عندنا أيون ساليب شحنة ساليبة وبالتالي هكذا وعندنا الفرص يعني المانياتيك فإيا كتساوي الشحنة مضروف V1 متجهة V1 فيكتوريال B الشحنة ساليبة إذن في المنحة ديالب عيكون نحو الأمام هاد العلاقة هادي كتعني أن F عمودي على V وعمودي على B مازيان هنه الشحنة هي ساليبة وبالتالي فإلا درنا يعني غير الأصعبات الثلاث يعني طريقة الأصعبات الثلاث فكيف أشغل سكون القضية فنشوف أهنايا دونك يعني كون المنحة ديالأصابع أدو معرفة صباع من هادو دونك المنحة ديالأصابع هو في هاد الاتجاه هو منحة ديال V وF كيكون لبوس دونك لبوس غايكون الفوق مش الفوق غايكون نحو الأمام دونك إلا درتوا هالطريقة هذي نحو الأمام يعني نحو اللي قدامك فغتعطيك أن F غتجي يعني داخلة يعني خاصة نديرولها بحال كده يعني غتكون نحو الأسفل يعني الداخل لكن عندنا الشحنة ساليبة بما أن الشحنة الساليبة فغتتقلب وبالتالي فهي غتكون صحيحة هي نحو الأمام ولا نحو الأعلى دونك هنا غتكون نحو الأمام علاش لأن هذي ساليبة مزيين أور دابا حددنا المنحة ديالها دابا خاصنا نحدده تعبير الشدة ديالها بدلالة هذ المعطيات هذ هنورش نغنديرو هنا فعندنا F كتساوي F يعني أن هذي F هي القيمة وطلقة هذه الشحنة مضربة في V في B في سينوس F P سوغ دو أردو بطبيعة الحال هذي عمودي على B V A عمودي على B دائما وبالتالي فإن سينوس غتكون ديال الزاوية ديال P سوغ دو اللي هي كتساوي واحد وهنا يعدنا F E هي الشحنة القيمة المطلقة ديالها مضربة في E وبالتالي فغلقوا B كتساوي هي هذي شي هذا أردو مع أن E كتساوي U على فهي 2 E 0 على M هذي شي غنديرو هنا غنعودوا في V بالتعبير ديال هذي القينا سابقا وغلقوا ببساطة هذي العلاقة هذي طنك هنا غنديرو الحساب وغتطينا B كتساوي 0.17 تيسلا طنك تيسلا هي الوحدة ديال المزور سؤال الثاني هو حدد منح انحراف الأيونات 0.37 داخل حجرة الانحراف إذن هنا كتلاحظوا أن هذه هي اللي جبدنا رأى كانت حركة مستقيمة ومنتظمة 35 وهنا 36 كيف ستكون هنا ستحسب ضروري ستحسب القوة الساكين القوة المغناطيسية والقوة الساكينة ونقارن بينهم ونشوف ضروري كي نشوف كي نشوف ستحسب يعني ناحية ديالة إذن FM2 ستسميتها 2 اللي هي 36 فهي كيف ما العادة سينوس بي سور نيوط كمشاد ستخرج لنا هكذا و V2 سنعود بالتعبير ديالة ونحسب FM2 ستساوي هي 6.20 10.6 نيوط و FE2 ستساوي كل هذه المغناطيات كلهم عندنا الحساب يعني الحساب هاتش E و U ديالة كلهم في المغناطيات يعني ما ستجيب معندك فهي ستساوي 10.40 10.6 نيوط وبالتالي 6.40 ستكبر من 6.20 فهي عندنا FE يعني القوة الكهروساكينة فهي ستكون أكبر من القوة المغناطيسية وبالتالي فإن عارفين أن القوة الكهرو المغناطيسية ذي ربح هكذا والقوة الكهروساكينة ذي ربح هكذا وبالتالي فهد الانحراب سيكون ناحية F يعني نحو الأسفل نحو الأسفل إذن كانت تمنى أنكم تكون استفتوا معي من هذا الامتحان فأنا أخصار لكم الامتحان وهو فيه القوة الكهروساكينة والقوة الكهروساكينة بجوج في الخطرة باش هكذا يعني تكون الاستفادة اللي هي شاملة وعامة ما تنسوش أنكم تابنوا وأنكم تشاركوا صحابكم هذا الفيديو اللي عجبكم درو ديس لايك أو لايك اللي عجبكم الفيديو ما تنسوش أنكم في التعليق تبولي يعني كيف جزكم هالطريقة اللي كان نشرح بها دابا لأن أنا حاولت أن نغير بها باش نصرع من الفيديو يعني بلما نقوم نقوم ديرو فيديو 40 دقيقة 30 دقيقة دونك نحاول نقوم نقوم ديرو 10 دقيقة إلى بغيتو شيف فيديو آخر يعني في امتحان وطني آخر مع لكم إنا تحطوا في التعليق ديالكم يعني ديرو التعليق وكولي عشنو الامتحان الوطني اللي بغيتون نخدموه إلى الفيديو آخر إن شاء الله وشكرا